بسم الله الرحمن الرحيم في التعليم يقول انا اطالف في باكتوريس هندسة معادة خاصة الحمد لله انا مكتبات دراستي ومنحة البرامج الحمد لله بحال اطور من نفس كل يوم انا محب التصميم كنت عايز اعرف فرصية في الشغل في الوطن العربية هتكون متاحة ولا لا عشان خاص هتكون العملية صعبة طيب بداية اعرف ناس كتيرة في معادة خاصة وربنا كريم وشغالين ادارة مشروعات ما شاء الله يعني ممكن المرادة بتاعهم عشر اضعاف مش داعف عشر اضعاف اللي بياخد واحد في جامعة كبيرة وجامعة مشهورة فالرز ده بتعرب بنا وانت بتعمل اللي عليك اللي انا مقتنع بيدي مدح هي ان انت بتعمل اللي عليك وبتخلص بعملك وتبقى شغال كويس ومتعملش المقلب مع زميلك وتبقى كويس واعمل اللي عليك ومتبخلش بالمعلومة وسبحان الله هتلاقي السمك بتمطر دهب تمام ازاي دي بتاعت ربنا يعني ما انتظرش ان انا عملت كده في الشركة دي فلازم يجي المقابل في الشركة دي لا ممكن يجيلك في مكان تاني فانت بس بتطور نفسك وبتصلح نفسك وتطور اللي حواليك هتلاقي الموضوع ماشي كويس بإذن الله تمام فمتقلش الموضوع ما هتخاص ومش ما هتخاص وفي ناس بتبقى بجايبة درجة النجاح وربنا يكرمها وتتفوق وتبقى افضل بكتير من الناس اللي طلع في الاوائل انت بتعمل عليك وانت في الكلية بتحاول تطلع من الاوائل وانت في السنة العامة بتحاول تدخل احسن جامعة ولو حصل دروب في حاجة بتكمل وتطور نفسك وتنسى اللي فات وتركز على اللي جاي وما انت لاش خالص وتطور نفسك وحب التصميم وتذكر قول الامام عليه النابي الطالب كيما تقول مريم ما يحسن فانتحاول كل شوية تحسن نفسك تتعلم انجليزة تتعلم بيم تتعلم مشروعات تتعلم ليد تبقى كويس مع الناس كل الحاجات دي ان شاء الله هتفيدك وهتخليك احسن حاجة بإذن الله وربنا وفاك وانتمنى نسمع عندك كل خير بإذن الله